بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد شهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب الملحد السابق والفيلسوف البريطاني الشهير أنتوني فلو بيعرض لنا في كتابه الشهير هناك إله الأساس الإيماني الذي يقوم عليه دين الإلحاد الجديد وبيقول الآت الإلحاد الجديد مبني على الإيمان بعدم وجود الله أو الإيمان بعدم وجود مصدر أزلي أو لا نهائي لكل الموجودات هذا هو الإيمان الرئيسي اللازم لوجود الإلحاد ولنجاح أغلب حججه الأخرى في البداية لو أنت مهتم بالحوار الإسلامي المسيحي ومقارنة الأديان والنقد الكتابي أو لو مهتم بالقضايا الفكرية المعصرة ومواضيع الإيمان والإلحاد أو لو مهتم بالإسلام بشكل عام يبقى أنت لازم تشترك في هذه القناة اضغط على زر الاشتراك الأحمر واضغط على علامة الجرس علشان تجي لك كل الإشعارات بكل حلقاتنا الجديدة مشكلة الملحدين الرئيسية زي ما قلنا قبل كده هي إقرارهم بعدم قدرتهم على إثبات عدم وجود الإله ولكن مع ذلك بنلاقي أن الملحدين متعصبين جدا لإلحادهم وعندهم رجاء قوي وإيمان راسخ بعدم وجود الإله الفيلسوف الأمريكي الملحد الشهير تومس نيجل يعتبر نموذج للملحد المتعصب لإيمانه الإلحادي بعدم وجود الإله وفي كتابه بعنوان الكلمة الأخيرة بيعبر عن هذا الإيمان وبيقول الآتي أريد أن يكون الإلحاد صحيحا ويصيبني الارتباك إثر حقيقة أن بعض أكثر الناس ذكاء وعلما ممن أعرفهم متدينون ليست المسألة فقط أني لا أؤمن بالله وطبيعيا آمل أني على حق في اعتقادي بل إنني أتمنى عدم وجود الله فأنا لا أريد أن يكون هناك إله لا أريد للكون أن يكون كذلك لما بقرأ كلام هذا الفيلسوف الملحد بيصعب علي هو عارف كويس أوي إن ما فيش أي دليل على صحة إيمانه ويمكن كمان هو عارف كويس أوي إن كل الأدلة ضد إيمانه لكن مع ذلك تجد إنه عايز الإلحاد يكون حقيقي من صميم قلبه وده حال أهل الكفر والإلحاد لإنه مدرك تماما عواقب بطلان عقدته وعشان كده عمره ما هيشعر بالأمن وسكون القلب بسبب إلحاده طبعا إيمان الملحد بعدم وجود الله هينبني عليها عقائد أخرى كثيرة جدا هذه العقائد كلها تتميز بحاجتين اتنين أولا كلها عقائد غير منطقية على الإطلاق وثانيا كلها عقائد ليس عليها أي دليل عملنا فيديو قبل كده بعنوان كون بلا إله هتلاقوا لينك الفيديو تحت في الوصف اتكلمنا فيه عن تصورنا للكون مع افتراض عدم وجود إله ومع إننا أثبتنا إن افتراض وجود الكون أصلا مع عدم وجود الله افتراض غير منطقي إلا إن الهدف من الموضوع كله هو التفكير في عواقب عدم وجود إله سؤال الوجود الإلهي سؤال جوهري ورئيسي لإن إجابة هذا السؤال هيأثر على إجابات كل الأسئلة الوجودية الكبرى فالشخص الذي يؤمن بوجود الله خصوصا حسب تصور أتباع المذهب الألوهي هيجاوب على الأسئلة الوجودية الكبرى بشكل مختلف تماما عن الشخص الذي لا يؤمن بوجود الله هارض الآن بعض المواضيع الهمة جدا وحاول تتصور إيمان الملحد بخصوص هذه المواضيع في ضوء إيمانه بعدم وجود الله وجود الكون النظام والقوانين الكونية الضبط الدقيق للكون صلاحية الأرض نشأة الحياة نشأة الحياة نشأة أنواع الكائنات الحية المختلفة نشأة الإنسان الوعي الإرادة الحرة التفكير المنطقي القيم الأخلاقية والمصير بعد الموت طبعا في مواضيع تانية كتير ممكن نضفها للقيمة وصعب جدا أني أعرض إيمان الملحد في كل هذه المواضيع في فيديو واحد وبالتالي هعرض بعض الاقتباسات الهمة لبعض أئمة الإلحاد بيتكلموا فيها عن إيمانهم بخصوص بعض هذه المواضيع هنبدأ الأول بالكلام عن أهم موضوع بعد الإيمان بالله وهو الإيمان باليوم الآخر والحساب والمصير بعد الموت وطبعا معروف أن الملحد بيؤمن بأنه لا يوجد يوم آخر ولا يوجد حساب بعد الموت وأن أفعلنا أثناء حياتنا على الأرض مش هتأدي لأي مصير لأن الموت عبارة عن النهاية المطلقة لوجود الإنسان بصراحة نفسي أتكلم كتير قوي عن عواقب إيمان الملحد بعد موجود يوم آخر أو حساب بعد الموت لكن هأجل الكلام ده فحلقة تانية بعنوان خطورة الإلحاد وهكتفي حاليا بنقل اقتباس في غاية الأهمية قالها العالم البولندي الحاصل على جائزة نوبل تشازلو ميلوس بيتكلم فيه عن الأفيون الحقيقي للشعوب وبيقول الآتي إن أفيون الشعوب الحقيقي هو الإيمان بالعدم بعد الموت عزاء كبير بسبب التفكير في أن خيانتنا وجشاعنا وجبننا وقتلنا لن نحاسب عليه نيجي للكلام عن إيمان الملحد بخصوص الكون وعندنا هنا مواضيع كتير مهمة زي نشأة الكون والنظام والقوانين الكونية ومستويات الضبط المختلفة الموجودة في الكون وبالمرة صلاحية الأرض لنشأة الحياة وكالعادة إيمان الملحد بخصوص الكون غير منطقي بالمرة وليس عليه أي دليل بخصوص نشأة الكون معروف إن الملحدة عندهم مشكلة مع نظرية الانفجار العظيم وده بسبب إن النظرية بتقول إن الوجود الفيزيائي المادي المعروف بالكامل من طاقة ومادة وزمان ومكان ظهروا للوجود مع الانفجار العظيم يعني قبل الانفجار ما كانش فيه أي وجود فيزيائي يعني باختصار نقدر نقول إن الانفجار العظيم يعتبر لحظة الخلق والإيجاد وده بيهدم التصور الإلحادي الكلاسيكي بأزلية المادة أو الكون لكن مع ذلك وجدنا إن الملحدة خرجوا بتصورات جديدة غريبة كلها تقريبا بتفترض أزلية المادة أو الوجود الفيزيائي زي مثلا تصور الأكوان المتعددة أو تصور الفراغ الكمي المتذبذب أو تصور أزلية قوانين الفيزيائي وطبعا كل التصورات دي عبارة عن هبد ما فيش عليه أي دليل ومليانة مشاكل فلسفية أو علمية ونقشنا معظمهم في حلقات سابقة سأضع الروابط تحت في وصف الفيديو أما بخصوص النظام والقوانين الكونية والضط الدقيق للكون فبنلاقي إن الموضوع ده من أصعب القضايا بالنسبة للملحد وبيضطر يقول إن كل ما سبق نشأ من الفوضى والعشوائية والعمى والصدفة ودي من أكتر الأشياء غير المنطقية التي يؤمن بها الملحد بعد كل ده بنلاقي تصريحات عجيبة من الملحدة مفادها إن الكون ده كله ليس له أي معنى أو قيمة أو غاية وبالرغم من كل مظاهر الإحكام والتصميم والإتقان اللي بنلاقيهم في الكون وقلنا قبل كده إن الضبط الدقيق للكون وصلاحية كوكب الأرض لنشأة الحياة من المظاهر الدالة على الغائية إلا إن الملحدة للأسف بيرفضوا كل ده وبيقولوا الآتي إمام الإلحاد الجديد ريتشارد دوكنز في كتابه نهر من عدن بيقول الآتي الطبيعة ليست قاسية لكنها فقط اللامبالاة بلا رحمة هذا واحد من أقصى الدروس للإنسان لكي يتعلمها لا يمكن أن نقر بأن الأشياء قد تكون إما خير أو شر وإما قاسية أو لطيفة ولكن فقط قاسية لا مبالاة لكل المعاناة وافتقاد للغاية علم الفيزياء النظرية والملحد الشهير لورانس كراوس في كتابه كون من لا شيء بيقول الآتي هذا هو حال الكون سواء أحببته أم لا وجود الخالق من عدمه هو أمر مستقل عن رغباتنا كون بدون الله أو بدون غاية قد يبدو قاسيا أو عديم الفائدة ولكن هذا الأمر وحده لا يتطلب في الواقع وجود الله عالم الكيمياء البريطاني والملحد الشرس بيتر أتكنز في مقاله بعنوان هل سيفشل العلم بيقول الآتي ينبغي على البشر قبول أن العلم الطبيعي قد ألغى مبررات الإيمان بالغاية الكونية وأن أي غاية باقية هي فقط ما تلهمنا به العاطفة طبعا إيمان الملحدة العميق بالعلم التجريبي وقدراته معروف للجميع لكن بيتر أتكنز هنا يعتبر متطرف شوية في رأيه وبيزعم أن العلم التجريبي بيحتوي على الأدلة التي تبرهن على صح الدين الإلحاد أما غالبية الملحدين فبيؤمنوا إيمان غايبي بأن العلم التجريبي هيجاوب على كل أسئلتهم لكن بغض النظر عن كل ده عايزك تتأمل مدى بشاعة إيمان الملحد هل تتوقع أن شخص مؤمن بكل ده هيشعر بالأمن وسكون القلب؟ ندخل على إيمان الملحد بخصوص نشقة الحياة واللي تعتبر من أهم وأقوى الأدلة على وجود الله ده طبعا من خلال دراسة خصائص الخلية الحية زي التعقيد والتصميم اللي موجودين في الخلية أو المعلومات الجينية وكل ما يتعلق بها أو الوظائف الحيوية التي تمارسها الخلية الحية طبعا كالعادة بنلاقي أن الملحد بيرفض كل هذه البراهين الواضحة وبيؤمن بشكل عجيب وغريب أن كل هذا التصميم والتعقيد والنظام والمعلومات جاء للوجود نتيجة الفوضى والعشوائية والعمى والصدفة وبالتالي لا يوجد أي معنى أو قيمة أو غاية للحياة بشكل عام العالم المتخصص في الفيزياء ودراسة المعلومات هوبرت يوكي في كتابه نظرية المعلومات والبيولوجيا الجزائية بيقول الآتي الاعتقاد بأن الحياة نشأت تلقائيا من مادة غير حية مجرد إيمان بالتصور الاختزالي الصارم ومبني بالكامل على التصور الايديولوجي الفيلسوف الاسترالي الملحد بيتر سينجر في كتابه الأخلاق العملية بيقول الآتي الحياة ككل بلا معنى بدأت الحياة كما تخبرنا أفضل النظريات المتاحة باندماج جزيئات بالصدفة وبعدها تطورت عن طريق التفرات العشوائية والانتخاب الطبيعي كل ذلك حدث وفقط وليس من أجل أي غاية ندخل على إيمان الملحد بخصوص الإنسان وكالعادة بنلاقي البشاعة والتحقير في تصورات الملحد عن الإنسان وطبعا تفسير الملحد لظهور الإنسان كنوع من أنواع الكائنات الحية هي نظرية التطور الدروينية وإيمان الملحد بنظرية التطور إيمان راسخ ويقين تام لا يخالطه شك أو ريب إمام الإلحاد الجديد ريتشارد دوكنز في كتابه الجين الأناني بيتكلم عن نظرية التطور الدروينية وبيقول الآتي إن النظرية تقريبا محل شك بنفس مقدار شكنا في دوران الأرض حول الشمس يعني من الآخر بيقول إن ما فيش شك في صحة نظرية التطور زي ما العلماء ما عندهمش أي شك في إن الأرض بتدور حول الشمس طبعا تبرير ظهور الإنسان على الأرض بنظرية التطور الدروينية معناها باختصار إننا موجودين نتيجة الفوضى والعشوائية والعمى والصدفة وبالتالي لا يوجد أي معنى أو قيمة أو غاية من حياة الإنسان عالم الحفريات الأمريكي جورج جيلورد سيمسون في كتابه بعنوان معنى التطور بيقول الآتي نحن نتاج عملية طبيعية طائشة وعديمة الهدف لم تكن تفكر بنا عالم الفلك الأمريكي الملحد المشهور كارل سيجن في كتابه المشهور جدا كازموس بيقول الآتي أنا عبارة عن مجموعة من الماء والكالسيوم والجزيئات العضوية تسمى كارل سيجن أنت مجموعة من الجزيئات المتطبقة تقريبا مع تسمية جماعية مختلفة عالم الفيزياء النظرية والملحد الشهير لورانس كراوس في محضرة له بعنوان كون من لا شيء بيقول الآتي إمام الإلحاد الجديد ريتشارد دوكنز في كتابه الجين الأناني بيقول الآتي نحن آلات البقاء مركبات آلية مبرمجة بشكل أعمى للحفاظ على الجزيئات الأنانية المعروفة باسم الجينات عالم الأحياء البريطاني فرانسيس كريك بيقول الآتي إن أفراحك وأحزانك وذكرياتك وطموحاتك وشعورك بالهوية الشخصية والإرادة الحرة كل ذلك في الحقيقة ليس أكثر من تصرف مجموعة كبيرة من الخلايا العصبية وما اتصل بها من جزيئاتها عبارة الإنسان أصله إرد من العبارات اللي بتضايق الملحد جدا بالرغم من إنها عقيدة صرح بيها كبار أئمة الإلحاد والموضوع المفروض يكون بديهي جدا بالنسبة للملحد لإن نظرية التطور بتقول إن أصل الإنسان المعاصر وأصل الإرد المعاصر سلف واحد مشترك والسلف المشترك ده كان إرد طبعا يبقى بالتالي الإرد هيخلف إيه غير إرد مبسط العلوم المشهور جدا بيل برايسون في كتابه المشهور جدا موجز تاريخ كل شيء تقريبا بيقول الآتي في النهاية جعل داروين إيمانه بقرابتنا مع القردة صريحا في أصل الإنسان في عام 1871 طبعا داروين شرح نظرية التطور في كتابه أصل الأنواع لكنه لم يتطرق لعواقب نظريته فيما يخص أصل الإنسان وبعدين اتكلم عن كل حاجة بمنتاز صراحة في كتابه أصل الإنسان كريستفر هيتشنز أحد فرسان الإلحاد الأربعة سابقا في محاضرة له خاطب جمهوره وقال لهم زملائي الرئيسيات طبعا هو قال تحديدا كلمة برايميتس واللي في الغالب بيتم ترجمتها للقردة العليا حسب نظرية التطور إمام الإلحاد الجديد ريتشارد دوكنز في كتابه قسيس الشيطان بيقول عادي جدا أنه إرد أفريقي واحنا كلنا كجنس بشري قروض إفريقي برجع مرة تانية واسألك هل يمكن لأي ملحد مؤمن بكل ده أنه يشعر بالأمن وسكون القلب نختم بالكلام عن إيمان الملحد بخصوص القيم الأخلاقية والموضوع ده يعتبر كبير جدا لأن ببساطة شديدة موضوع الأخلاق هو موضوع كيف يندغي أن نعيش وهو أيضا المتعلق بتحديد الصح والغلط لكن في النهاية بنلاقي أن ما بني على باطل فهو باطل لأن لو الكون نفسه من البداية جاء نتيجة الفوضى والعشوائية والعمى والصدفة وبالتالي الكون نفسه من الأساس ليس له أي معنى أو قيمة أو غاية إزاي منتظر شيء موجود بداخل الكون الإنسان وأخلاق الإنسان إنه يكون له أي معنى أو قيمة أو غاية أو نلاقي قيم أخلاقية موضوعية حقيقية الفيلسوف الملحد المشهور مايكل روس في كتابه التطور والأخلاق بيقول الآتي الأخلاق أو بشكل أكثر صرامة إيماننا بالأخلاق مجرد تكيف تم وضعه لتعزيز غايتنا الإنجابية ومن ثم فإن أساس الأخلاق لا يكمن في إرادة الله بأي معنى مهم فإن الأخلاق كما نفهمها هي وهم تتخبط علينا جينتنا لحملنا على التعاون المتخصص في تاريخ العلوم والملحد المشهور ويليام بروفاين بيقول الآتي لا توجد قوانين أخلاقية فطرية ولا توجد أي مبادئ توجيهية مطلقة للمجتمع الإنساني فالكون لا يهتم بنا ولا يوجد لدينا أي معنى مطلق للحياة حابب نبه على إن الملحد بيؤمن إن حاجات كتيرة جدا بيشعر بيها الإنسان مجرد وهم والموضوع مش متعلق فقط بفكرة وهم الإله زي ما ريتشارد دوكنز بيقول وإنما الموضوع متعلق بحاجات جوهرية جدا بيشعر بيها الإنسان بشكل فطري وغريزي والملحد بيؤمن إنها مجرد وهم زي شعور الإنسان بالإرادة الحرة مجرد وهم زي شعور الإنسان بالمسئولية الأخلاقية مجرد وهم زي شعور الإنسان بالوعي الذاتي مجرد وهم وحاجات تانية كتير الإنسان بيشعر بوجودها الحقيقي بشكل فطري وغريزي لكن الملحد عنده إيمان وقناعة بإن ده كله مجرد وهم هنختم الفيديو باقتباس من أهم ما يكون من كتاب رائع جدا بعنوان ما نؤمن به ولكن لا نستطيع إثباته والكتاب ده عبارة عن مقابلات صحفية مع شخصيات مشهورة جدا من ضمنهم أشهر ملحد في العالم إمام الإلحاد الجديد ريتشارد دوكنز تعالوا نشوف إجابة ريتشارد دوكنز على سؤال ما الذي تؤمن أنه صحيح رغم أنك لا تستطيع إثبات ذلك المفترض أن واحد ملحد تنويري عبقاري منطقي لوذاعي زي ريتشارد دوكنز تكون إجابته على سؤال زي ده أن أي شيء أنا مؤمن به لازم يكون عليه دليل ولا يمكن أكون مؤمن بأي شيء ليس عليه دليل هل دي كانت إجابته؟ طبعا لا ريتشارد دوكنز جاوب كالآتي أنا أؤمن أن كل حياة وكل ذكاء وكل إبداع وكل تصميم في أي مكان في الكون هو نتيجة مباشرة أو غير مباشرة للانتخاب الطبيعي الدرويني هذا يعني أن التصميم كان متأخرا في الكون وذلك بعد مدة من التطور الدرويني فالتصميم لا يمكن أن يسبق التطور وبالتالي لا يمكن أن يكون هو الأساس الذي قام عليه الكون لاحظ أن دي إجابة ريتشارد دوكنز على سؤال ما الذي تؤمن أنه صحيح رغم أنك لا تستطيع إثبات ذلك والمشكلة مش بس أنه لا يستطيع إثبات ذلك المشكلة الأكبر أن كل الأدلة العلمية ضد ذلك وكلنا عارفين مشكلة ريتشارد دوكنز مع حجة الضبط الدقيق للكون أنا هكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو وآسف جدا على الإطالة لكن فعلا الموضوع كبير ومهم جدا وأكيد هنتكلم عنه أكتر بتفاصيل أكتر في فيديوهات قادمة بإذن الله لو حازي الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر إعجابني ولا تنسى أن تقوم لمشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بنفس الموضوع ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة لو أنت شايف أن هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية فقم بزيارة صفحتنا على بيترون ستجد الرابط أسفل الفيديو إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل لا تنسوني من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته